اشتركوا في القناة 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 على جهازك 9.03 أو 4 أو 9.50 أو 10.70 أو 71 ثم تعمل وهيك البرنامج جهز ما ظل غير أني أعمل اتصال الPPoE على جهاز الPS4 وأفعل الجل بريك طيب شباب حاليا حتى تقوم بإعداد الPPoE على جهاز الPS4 تقوم بتوصيل سلك الاثرنت مابيل جهاز الPS4 وجهاز الPC بشكل مباشر وأيضا تقوم بتوصيل الUSB اللي نقلنا عليها البيلود.pin أيضا بجهاز الPS4 وتتجهي لها. الإعدادات أيضا تتجهي إلى الشبكة. إعداد الاتصال بالشبكة وإيثرنت ودائما مخصص وتتجهي إلى خيار الPPoE وطبعا دائما هنا أي أحرف وأي أرقام ما بهم وثم تعطي التالي تلقائي تلقائي لا تستخدم وهيك انتهى إعداد الاتصال بكل بساطة. حاليا كل العلي أني أرجع على برنامج اللايت وكل علي أني أضغط ستارت بهذا الشكل وأنتظر البرنامج حتى يعطيني الدن وأكون موصل للUSB بجهاز الPS4 وطبعا لمرة واحدة فقط لأنه سيحفظ الهن أو الهن VTX أو الهن 2.1.3 على جهاز الPS4 للمرة الأولى. فلجب تنتظر للسكريبت حتى يعطيك الدن بشكل كامل تمام شباب أنه البرنامج بعيد أكثر من مرة أو البرنامج ووقف بشكل كبير جدا. حاول إعمل رستارت لجهاز الPS4 أو إعمل رستارت لجهاز البي سي. طبعا شباب لو اتجهنا على القائمة اللي فوق بعد تفعيل الهن راح تلاقي أنه علامة البلس ما زالت زي ما هي لكن لو اتجهت على الإعدادات وانزلت إلى آخر شيء راح تظهر مع قائمة الديبوكسيتينج ومن خلالها games package installer راح تلاقي كل packageاتك والعابك والDLC اللي بإمكانك تثبتها بشكل مباشر سواء كانت العاب أو DLC أو Update أو العاب PS1 أو العاب PS2 أو العاب PSP بشكل مباشر أو تطبيقات أو أي شيء بصيغة package على جهاز الPS4 فهذا حل يعتبر جيد جدا حل مؤقت لحين ما يصدر سيستره Goldin رسمي للإصدارات الموجودة أمامك وبإمكانك تلعب كل الألعاب المتوفرة على جهاز PS4 مع الباكبورت والفيكس الخاص فيها بدون أي مشكلة فكل الروابط اللي استخدمناها راح تلاقيها موجودة بالوصف إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة